التطبيع مع الأسد المصطلح الأبرز خلال الأيام الماضية منذ حملت أنقرة الفكرة وسعت من خلالها للوصول إلى تحقيق ما قيل إنها مصالح سياسية واقتصادية تضم أيضا مخاطر تقلق الساسة الأتراك وتضعهم في ميدان التسابخ للوصول إلى دمشق بعيدا عن كثير من الاعتبارات والحواجز في مقدمتها الفيتو الأميركي وعلى الرغم من أن المقاربة التركية ما زالت غير مكتملة التفاصيل باستثناء ما يقرأ بين سطور البيانات الرسمية ولو وضعنا المصالح التركية تجانبا فثمت سلسلة واسعة من المضار لا بد من الوقوف عليها ما ردها وجود جهات كثيرة متضررة من أي توافق يجمع أنقرة ودمشق على طاولة واحدة ولعل الحيز الذي ستشغله أنقرة في مناطق الأسد لا بد أن يكون على حساب جهات أخرى تتحرك في المضمار ذاته وفي حال كانت روسيا خارج إطار التدافع مع القوى العاملة على الأرض انطلاقا من اقتصار مصالحه على سيطرة سياسية وهيمنة عسكرية يبقى المنافس الوحيد للوجود التركي هو مشروع إيراني تغلغل إلى درجة لم يعد بالمقدور تجاهله أو السكوت عنه ولا سيما في مناطق ما زالت تعتبر بعدا استراتيجيا وثقافيا وتاريخيا لأنقرة وقد يكون إصرار تركيا على مواصلة التقارب مع النظام أخرج إيران أيضا عن صمتها لتعلن عن تحركات مكثفة أبرزها زيارة قريبة لإبراهيم رئيس إلى دمشق في سياق إعادة توطيد السياسة الإيرانية وقطع الطريق أمام أي تنازلات يمكن أن يقدمها نظام الأسد وخاصة بعد أن تأكدت نية أنقرة وانتقلت إلى فرضيات سربت وتم الحديث عنها في إشغال مناطق واسعة قد لا يغني أحد فيها غنى أنقرة لدرجة تسيل لعاب الأسد وتغريه عن أقرب حلفائه ضبابية المشهد في سوريا لا تعمل أنظار عن مسارات واضحة لا يمكن تغييرها تتسابق فيها الدول الفاعلة للحيازة على أكبر الغنائم من تركة نظام أعدم سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا ويبدو أن استمراره في السلطة لن يكون في إطار إعادة الإنتاج بقدر ما يكون في إطار حصول على مكاسب وامتيازات لكل لاعب وعند الحديث عن طهران وأنقرة لا بد من استحضار التاريخ مرة ليظهر أن المنطقة لا يمكن أن تتسع لإيران وتركيا إنما لأحدهما فقط